اشتركوا في القناة وبدأت فوزه بولاية رئاسية سادسة ونحن نؤكد في القوات المسلحة أن هناك عمليات قادمة ستكون باسم الرئيس الشهيد الصماد وأن القوات المسلحة تعدى العدة لهذه العمليات في الذكرى الثالثة لاستشهاد الصماد في اليمن قوات المسلحة تعلن عن هجوم جديد على مطار أبهى السعودي وتتواعد التحالف بعمليات نوعية باسم الشهيد ايران تودع نائب قائد قوات القدس في حرس الثورة العميد محمد حجازي وقاءاني يؤكد أن جبهة المقاومة تتقدم في مواجهة أمريكا وإسرائيل انتخاب الرئيس الكوبي ميكيل دياس كانيل بربوغش انتخاب الرئيس الكوبي ميكيل دياس كانيل أميناً عاماً للحزب الشيوعي خلفاً لرأول كاسترو وروسيا والصين ماذا في الاقتصاد في الظاهرة مشاهدين هذا ما سنعرفه من أليسار كرم في الاقتصاد اليوم القاهرة تحذر من أن ملأ إثيوبيا لسد النهضة من دون التنسيق مع دول المصب سيحدث أدراراً هائلة ومشهز أخبار الرياضة في الظاهرة اليوم مع مايك شالهوب سنتابع بالحدث الأبرز من زعشية يوم الأحد في دوري سوبر الأوروبي فلورنتينو باريس لفرز الأندية المتواضعة عن الثرية والاتحاد الدولي يهدد بالعقوبات نبدأ من الحدث البارز اليوم من القارة الأفريقية حيث لم تنضي ساعات قليلة على أعلان فوز الرئيس الشديد ريس ديبي أتنو في الانتخابات الرئاسية للمرة السادسة على التوالي حتى أعلنت أو أعلنت وفاته اليوم متأثراً بإصابته خلال المعارك هذا النبأ أعلنه الجيش تشادي قبل بعض الوقت عبر التلفزيون الرسمي مشيراً إلى أنه توفي متأثراً بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المسلحين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع إدريس ديبي إتنو إدريس ديبي إنتو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعاً عن وحدة الأراضي وسلامتها في ساحة المعركة نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد وكانت النتائج الأولية الانتخابات الرئاسة في تشاد قد أظهرت فوز الرئيس ديبي بولاية سادسة في وقت أعلن فيه أو أعلن فيه الجيش تصديه لمجموعة من المسلحين كانوا يتقدمون باتجاه العاصمة نجاميا وحصل ديبي على أكثر من 79% من الأصوات في الانتخابات بعدما قاطعها كبار قادة المعارضة احتجاجاً على جهوده لتمديد حكمه المستمر منذ 30 عاماً نعلن عن وفاة خمسة شهداء من الجيش التشادي وإصابة 46 آخرين وبعد تمشيط المنطقة تبين أن حصيلة القتل من جانب العدو بلغت أكثر من 300 إرهابي و150 معتقلاً بينهم ثلاثة من ذوي الرتب العالية هجوم جديد نفذه الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على مواقع سعودية ولسيما على مطار أبهى تزامناً مع الذكرى الثالثة لاستشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الشهيد صالح الصمع هذا ما أعلنه الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة له على تويتر قال فيها إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مطار أبهى الدولي بطائرات قاصف 2 وأوضح أن العملية استهدفت موقعاً عسكرياً مهماً أكانت إصابته دقيقة وهي تأتي رداً على تصعيد العدوان والحصار المتواصلي على اليمن بحسب قوله المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كان قد أعلن عن إعداد القوات اليمنية لتنفيذ عمليات عسكرية نوعية باسم الرئيس الشهيد صالح الصمات نعم عبد الرحمن العميد سريع وخلال زيارته ضريحة الشهيد لمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الصمات تحدث عن دوره البارز في رفع جاهزية القوات المسلحة اليمنية نحن نؤكد في القوات المسلحة أن هناك عمليات قادمة ستكون باسم الرئيس الشهيد الصمات وأن القوات المسلحة تعد العدة لهذه العمليات تنتظر فقط إشارة القيادة والقيادة هي من تحدد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ هذه العملية هذه العمليات النوعية التي تسكن باسم الرئيس الصمات رحمة الله عليه وأيضا دماء الرئيس الصمات هي أصبحت اليوم وقودا لصواريخنا ولطائراتنا المسيرة ومحفورة في قلوب شعبنا وفي قلوب القوات المسلحة فالرئيس الصمات كان له الأخر البارز في إعادة القوات المسلحة إلى الجاهزية ببركة تحركاته وما قام به من إعادتها إلى الجاهزية وكذلك دخلها في الجبهات منذ العام 2017 تستأنف عصر اليوم في فيينا اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الأربعة زائدا واحدا بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي الاجتماع عيارة الذي سيترأسه مساعد الأمين العام لخدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا سيبحث في آخر المستجدات بشأن المفاوضات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية في شتى المستويات ومنهم الخبراء مع التركيز على عودة أمريكا المحتملة إلى الاتفاق النووي والتأكد من تنفيذ شامل ومؤثر لبرود هذا الاتفاق من قبل الأطراف كافة إلى ذلك قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن محادثات فيينا تناقش كيفية رفع كل العقوبات عن إيران شديدا على عدم قبول بلاده بمبادرة خطوة مقابل خطوة أو أي اتفاق مؤقت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية لفت خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن تهران ليست على عجلة من أمرها وغير مستعدة لمنح أي امتيازات خارج الاتفاق النووي للحصول على حقها المسلم وفق تعبيره تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يعكس قدرتنا في الرد على العملية الإرهابية في نطنز ويثبت عدم جدوى العدوان على برنامجنا نووي كان من الممكن لإيران عدم اتخاذ هذه الخطوة لو لم تلتزم أمريكا الصمت حيال جريمة حلفائها الإرهابيين واتخذت خطوة نحو الالتزام بالاتفاق نووي والعودة إليه محادثاتنا في فيينا إيجابية ونحن في المسير الصحيح ولكن الوقت ما زال مبكرا لتوقع النتائج إيران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي في حال التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها تجاه الاتفاق وتحققت إيران من ذلك استناف المحادثات بين إيران والدول الكبرى في فيينا قابله حديث خبراء عن فقدان إسرائيل تأثيرها في أي اتفاق نووي قد يوقع في موازات عدم امتلاكها استراتيجية واضحة لمقاربة الملف النووي الإيراني والتعامل مع الإدارة الأمريكية إعلان إيران رفع مستوى تخصيبها لليورانيوم إلى نسبة 60% بموازات المحادثات التي تجريها في فيينا مع الدول الكبرى بشأن الاتفاق النووي قابله إقرار متزايد في إسرائيل بفقدانها القدرة على التأثير فيما يجري إسرائيل أخرجت نفسها من الموضوع إلى الأسف وهذا خطأ تراجدي حين تحدينا الإدارة الأمريكية جعلناها تتصرف فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران عبر إخفاء التفاصيل عن إسرائيل إن محاولة خلق خوف وهلع وكأن أمورنا الأممية أهملت نتيجة ما يحدث بين الولايات المتحدة وإيران إلى أساس لها وأنا أثق ببايدن أكثر بكثير من المتحمس المتعجر وصاحب التصريحات الاسترزازية التي تأتي من القدس خسارة إسرائيل ميزة التأثير هي بحسب خبراء نتيجة مباشرة لعدم امتلاكها استراتيجية واضحة في مقاربتها للملف النووي وللتعامل مع الإدارة الأمريكية في هذا المجال إيران توقفت عن الخوف منذ مغادرة ترامب هي تتقدم في البرنامج النووي وإسرائيل ليس لديها استراتيجية هي عالقة في الاستراتيجية من العام 2015 ويبدو أننا مستمرون من دون استراتيجية وفي ظل تقديرات المؤسسة الأمنية التي تشير إلى أن القرار الأمريكي قد اتخذ بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران كشف محللون أن إسرائيل وبناء لقرارات المستويين السياسي والأمني ستطلق حملة دبلوماسية مركزة باتجاه الأمريكيين لإقناعهم بتفادي ما تعده أخطاء جسيمة في الاتفاق النووي السابق في محاولة منها لتحسين الاتفاق النووي الذي ستوقعه إدارة بايدن والدول الكبرى مع الإيرانيين بما يناسبها قدر الإمكان بالتوازي نقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي قوله أن إيران تزعزع الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط كلام الوزير الإسرائيلي مشاهدين جاء خلال لقائه مع الوزير البريطاني مايكل جوب وقد حرض أشكنازي المجتمع الدولي على العمل بجدية من أجل عدم السماح لإيران في الوصول إلى قدرات نووية لليوم ولا في المستقبل على حد تعبيره على خط آخر نقلت وكالة صحافة الفرنسية عن مسؤولين عراقيين أن وفدين من إيران والسعودية التقيا في بغداد مطلع الشهر الحالي الوكالة الفرنسية نقلت عن مسؤول حكومي عراقي أن الوفد السعودي كان برئاسة رئيس الاستخبارات خالد بن علي لحميدان فيما ضم الوفد الإيراني مسؤولين كلفهم بالتفاوض لامين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني في السياق ذاته أكد السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي أن إيران تدعم وساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة موقف مسجد هذا يارا جاء في مقابلة مع وكالة إيرنا الإيرانية أكد فيها أن إيران تدعم وساطة بغداد لتقريب العلاقات بين الدول بعدما أصابها الفطور نتيجة التوترات من جهة أخرى ودعت إيران اليوم نائب قائد قوة القدس العميد محمد حجازي في أصبهان وقد أكد قائد قوة القدس العميد إسماعيل قآني خلالها أن جبهة المقاومة تخطو خطوة مهمة كل يوم في مواجهة أمريكا وإسرائيل وفي كلمة له خلال مراسم التشييع قال قآني أن العميد حجازي كان له دور مهم في ساحات المقاومة خارج البلاد مؤكدا أن طريق العميد محمد حجازي والفريق قاسم سليماني مستمرة وأن وعد النصر سيتحقق من طهران مشاهدين ينضم إلينا مراسل ميادين مالك عابدة أهلا بك مالك إذن هذا كان موقف قائد قوة القدس في حرس الثورة إسماعيل قآني ماذا عن بقية المواقف بعد وفاة العميد حجازي وكيف تعاطى أيضا الإعلام الإيراني مع وفاة أو رحيل العميد حجازي نعم عبد الرحمن يعني بعد أن تم إجراء مراسم تشييع رمزية لشهيد حجازي يوم أمس في طهران اليوم ودعت مدينة إصفهان هذا القائد الذي كان له دور كبير بين الحرب الإيرانية العراقية وأيضا في ساحات المعارك بين جبهة المقاومة وأيضا التكفرين والإرهابكين هذه المراسم التي جرت اليوم مراسم تشييع للشهيد حجازي جرت ضمن أجواء يسودها الحذر من كورونا بسبب التفشي الكبير لهذا الوباء في إيران ولكن يعني عدد من القادة الإيرانيين في حرس الثورة والقوات المسلحة وأيضا عدد من المسؤولين السياسيين في البلاد حضروا من ضمنهم كان القائد اسماعي القاني قائد قوة القدس الذي قال بأن هذا مسير الشهيد قاسم سليماني والشهيد حجازي سوف يستمر ولفت إلى الدور الكبير الذي كان يلعبه الشهيد حجازي خارج إيران بالإضافة إلى الإنجازات التي سطرها هذا الشهيد في الداخل الإيراني أيضا من الكلمات اللافتة كانت لمستشار المرشد الإيراني رحم صفوي الذي لفت إلى الدور الكبير والفعال الذي كان يتركز على هذا الشهيد في لبنان ضد الإسرائيليين وضد التكفيريين من داعش وجبهة النصرة والجماعات التكفيرية الأخرى ومن الضيوف الأجانب الذين كانوا حاضرين في هذه المراسم كان عضو اللجنة المركزية في حزب الله يعني الشيخ نبيل قاوق الذي وصف الشهيد حجازي بأنه الناصر للمقاومة في فلسطين والناصر للمقاومة في لبنان ونقل تعزية حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله إلى عائلة الشهيد والقادة هنا في إيران أيضا يعني عبد الرحمن على عجالة بالإضافة إلى هذه المراسم التي أجريت في إصفهان كانت الصحافة الورقية في إيران أجرت مراسم أيضا وداع لهذا الشهيد فصحيفة وطن إمروز هذه الصحيفة كتبت عن هذا الشهيد بأنه الشهيد المجاهد القدسي وأيضا صحيفة كيهان هذه الصحيفة نشرت صورة ثلاثية للمرشد الإيراني السيد علي خامينة بالإضافة إلى الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد حجازي أما الصحيفة صحيفة اعتماد فهذه الصحيفة انفردت بتقرير خاص حول اللغط الذي حصل بعد وفاة أو بعد استشهاد هذا الشهيد حجازي حين قيل بأنه توفي إثر أزمة قلبية ومن ثم أشارت التقارير الطبية إلى أن هذا الشهيد قد توفي نتيجة إصابته أو نتيجة الأعراض التي كان يمر بها بعد إصابته في الحرب العراقية الإيرانية بالضربات الكينيائية شكرا جزيلا لك مراسل ميدين في العاصمة الإيرانية طهران مالك عابدة على كل هذه المعلومات والتفاصيل هذا وكان عين أمس العميد محمد رضا فالأحزاد خلفا له فالأحزاد كان يشغل مهمة المسؤول التنسقي لقائد قوة القدس كما كان قائدا ميدانيا خلال المعارك في سوريا العميد محمد رضا فالأحزاد قائد ميداني كبير وصاحب قدرات إدارية عالية بات اليوم نائبا لقائد قوة القدس في حرس الثورة في إيران خلفا للعميد الراحل محمد حجازي قبل وصوله إلى هذا المنصب تدرج العميد فالأحزاد في مناصب عسكرية متعددة ليصبح أحد أهم الشخصيات التي رفقت الفريق الشهيد الحاش قاسم سليماني في لبنان والعراق وسوريا بدأ متطوعا في صفوف حرس الثورة للقتال خلال الحرب الإيرانية العراقية وعقب تطوير استراتيجية قوة القدس للعمليات الخارجية تولى العميد فالأحزاد مهمات عديدة إدارية وسياسية وقتالية في وحدات قوة القدس وهياكلها إضافة إلى قيامه بمهمات كان يقررها الشهيد سليماني باعتباره مساعدا خاصا لقائد هذه القوة من قيادة فرقة المهد الثالثة والثلاثين إلى قيادة فرقة الفجر التاسعة عشرة في الحرس الثوري مناصب حولته إلى قائد نوعي مختلف عرفته الجماعات المسلحة في سوريا جيدا وخافته كثيرا أبو باقر كما كان معروفا بين المقاومين في سوريا ساهم على نحو أساسي ومباشر في المعارك التي شهدتها محافظة حلب حيث أصيب بشضية قذيفة هون وشرف على الاستشهاد مهاراته لم تقتصر على الميدان فقد عين عام 2007 محافظا لمحافظة يزد وبرز أيضا كمحاور ومنصق سياسي ومستشار في السياسة الأقليمية حيث كان المستشار السياسي للوفد الإيراني في محادثات أستانا بشأن سوريا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة زياد النخال توجه بالتعزية إلى الجنرال قآني بوفاة العميد حجازي فأشار إلى أن الراحل كان في الخطوط الأمامية للدفاع عن فلسطين ولبنان وأفنى عمره في خدمة الإسلام والمسلمين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أعرب عن تقديره لما تقوم به إيران من دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته وفي رسالة تعزية لقائد قوة القدس في حرس الثورة إسماعيل قآني أشاد هنية بدور الراحل العميد حجازي في دعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها هنية قال إن حجازي كان شخصية عملت وخدمت المقاومة لسنوات طويلة وإن فقدانه يشكل خسارة للمقاومة داخليا شدد هنية على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس المحتلة وعدم إعطاء الاحتلال أي فرصة للتشويش على مسارها كلام هنية هذا جاء مشاهدين في اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس وقد شدد للرئيس الفلسطيني على أن ثلاثة عناصر شكلة المشهد الراهن تتمثل في القرار السياسي عبر المراسيم وفي قرار الفصائل والإرادة الشعبية إلى جانب الحاضنة الإقليمية أما نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صلاح العروري فقد حذر من نتائج تأجيل الانتخابات وفي مقابلة له مع قناة الأقصى الفضائية أكد صالح العروري الجاهزية لخوض معركة الانتخابات في القدس المحتلة عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال وأنا أقول للأمريكان ولغير الأمريكان نتائج الانتخابات يخوضها شعبنا الفلسطيني لن تكون كما تريدون لا أنتم ولا الاحتلال الإسرائيلي ولا من يتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي مع الأسف إقليميا أو دوليا لن تكون انتخابات شعبنا الفلسطيني إلا معبر عن إرادته المقاتلة المقاتلة في وجه الاحتلال الإسرائيلي يأتي ذلك فيما لا تزال القدس العقبة الأبرزة أمام إجراء الانتخابات بعدما رفضت سلطات الاحتلال الرد على طلب السماح بإجرائها في المدينة نسرين سلمي والتفاصيل دعوات ورسائل وجهتها القيادة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل سماح بإجراء الانتخابات في القدس بحسب ما تنص عليه اتفاقية أوسلو اللجنتان تنفيذية منظمة التحرير ومركزية حركة فتح أكدتا أن لا انتخابات من دون القدس فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الانتخابات ستجري كما هو مخطط لها القدس خط أحمر لا يمكن مساس به وخاصة في ظل ما تعرضت له القدس من الإدارة الأمريكية الماضية بالأسنة ترامب عندما تحدث عن صفقة القرن والقدس عاصمة موحدة من قل السفارة وغير ذلك أي تراخي في موضوع القدس في موضوع الانتخابات يعني تساوق مع صفقة القرن لذلك لا انتخابات بدون مشاركة القدس ترشيحا وانتخابا قضية القدس تحولت إلى نقطة خلاف بين القوائم الانتخابية حيث اتهم مرشحون حركة فتح بالتذرع بإجراءات الاحتلال في المدينة لتأجيل الانتخابات لترتيب أوضاع الحركة الداخلية فيما أعنات بعض الكتل الانتخابية أن الانتخابات يمكن أن تتم في المدينة من خلال وضع صندوق اقتراع في الكنائس والمساجد والمقار الدولية هناك عدة صياق هناك إمكانية لكي نطلب من الأمم المتحدة أن نستخدم مقرات الأمم المتحدة هناك إمكانية أن نستخدم الجوامع والكنائس والمدارس خاصة الأقصى وكنيسة القيامة وهناك إمكانيات لنستخدم مؤسسات أخرى يعني إسرائيل ستمنع ولكن إصرار الفلسطينيين على الاقتراع ومنع الاحتلال للاقتراع سيقدم صورة حقيقية عن حقيقة القدس الاتحاد الأوروبي كان قد أجرى عدة اتصالات مع إسرائيل لسماح بالانتخابات في القدس وتسهيل وصول بعثة أوروبية للمراقبة من دون أن تستجيب سلطات الاحتلال للأمر بل شنت حملة اعتقالات طالت عشرات المرشحين والناخبين في المدينة الذين شاركوا في اجتماعات خصصة لبحث الانتخابات إسرائيل لاعب أساسي في الانتخابات الفلسطينية فهي لا تتحكم بإجرائها في القدس فحسب وإنما تحاول أن تتلعب بنتائجها في كل المدن الفلسطينية من خلال اعتقال المرشحين والناخبين نسر سلمي رام الله الميدين في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال حملة مداهماتها واعتداءاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة حيث اعتقلت فجر اليوم أربعة عشر فلسطينيا واقتحمت قوة من مخابرات الاحتلال حارة السعدية في البلدة القديمة وبلدة الطور في القدس واعتقلت عددا من الشبان يتي ذلك وسط مواصلة شرطة الاحتلال اعتداءاتها في محيط باب العمود والبلدة القديمة حيث تصدى لها الفلسطينيون وفي الضفة الغربية اشعل شبان النير النار بمركبة مستوطنين بعد دخولها قرية عين يبرود شمال رام الله في فلسطين المحتلة واضطر المستوطنون الذين كانوا يستقلون المركبة الى الفرار باتجاه مستوطنة عفراء القريبة من رام الله بالتزامن مع اقتحام نفذته قوة الاحتلال للقرية هذا وواصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الاقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس المحتلة فادت بان مئتين وواحدا وستين مستوطنا اقتحموا الاقصى ونظموا جولات استفزازية في بحاته اضفت ان ثلاثة عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا المسجد ونظموا جولة استكشفية في بحاته اتواصلوا شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والاراضي المحتلة عام 48 للمسجد وتحتجزوا خوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية وحدات القمع في سجون الاحتلال اقتحمت كذلك اقسام حركة حماس في سجن عفر واجرى التدريبات استفزازية مكتب اعلام الاسراء فاد بان حالة من التوتر الشديد تسود سجن عفر مشيرا الى ان الاحداث قابلة لتصعيد ردا على الاقتحام الحركة الاسيرة بدورها نددت بهذا الانتهاك الواضح لحرمة رمضان باعتداء وحدات القمع على الاسراء الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل مقتلوا نحو 200 مسلح بغارات روسية على شمال شرق تدمر السورية اهلا بكم من جديد اعلن الجيش الروسي مقتل نحو 200 مسلح في عملية قصف جوي استهدفت قاعدة تضم ارهابيين شمال شرق مدينة تدمر بيان وزارة الدفاع الروسية اوضح ان الضربات دمرت مخبئين وعددا من السيارات التي تحمل رشاشات من العيار الثقيل اضافة الى مواد تستخدم في صناعة العبوات النسفة كما اشار الى ان الجماعات المسلحة تخطط لشن عمليات ارهابية وهجمات على مؤسسات الدولة السورية لزعزعة الاستقرار قبيل الانتخابات الرئاسية معنا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر اهلا بك محمد اطلعنا على تفاصيل هذه العملية وايضا عن طبيعة المخططات التي كانت تخطط لها هذه الجماعات المسلحة مساء الخير الاعلان جاء على لسان نائب مدير مركز المصالحة في حميميم الجنرال الكسندر كاربوف تضمن معلومات مفصلة بشكل اساسي جرى ضبط معسكر شمال شرق تدمر في عمق البادية السورية معلومات متقاطعة للسلاح الجو الروسي ادت الى تنفيذ غارات مركزة في المعلومات وحسب البيان الروسي هناك 200 قتيل من هؤلاء المسلحين وتدمير 24 عربة ربعية الدفع مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة وهناك حوالي نصف طن من الذخيرة التي جرت تفجيرها في هذه العملية طبعا هذه العملية تاتي واقع الامر بالتوازي مع تحرك كبير لوحدات من الجيش السوري وحلفاء انطلقت من جنوب دير الزور باتجاه منطقة السخنة وعمق البادية السورية لتمشيط هذه المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان هناك نشاط واضح لبقايا وفلول تنظيم داعش في تلك المنطقة كانوا يهاجمون حواجز عسكرية يحاولون قطع الطريق الحيوي بين تدمر ودير الزور السلاح الجو السوري والروسي نفذ خلال الأيام الثلاثة الماضية حوالي 220 غارة في عمق هذه البادية استهدفت مغر استهدفت تحركات مشبوهة استهدفت سيارات دفع رباعي بالتوازي مع هذا العمل العسكري الكبير الذي أعلنت عنه مركز حميميم بالأمس أيضا اللافت في هذا الأمر وهو يعني معطى خطير أيضا المعلومات الروسية التي أشارت إلى أن مسلحين يتواجدون خارج سيطرة الدولة السورية والجيش السوري بما فيها منطقة التنف يجرون تدريبات من أجل تنفيذ هجمات على مراكز حكومية ومراكز حيوية في المدن الكبرى وطبعا التوقيت هو الخطير الذي ياتي قبيلة بدء الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في السادس والعشرين من أيار مايو المقبل نعم محمد الخضر مراسل الميادين كنت معنا من دمشق شكرا جزيلا لك ومن أخبار سوريا مشاهدين الأخبار لبنان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب حذر من أن لبنان في خطر شديد وأصبح من دون حبل أمان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قال في كلمة له في السفارة اللبنانية في الدوحة بعد لقاء أمير قطر إن تعقيدات مازالت تحول دون تشكيل حكومة أكد أن لبنان يتوق إلى استعادة التضامن العربي إن وطننا يعبر نفقا مظلما واللبنانيون يعانون من العتمة عتمة لا تقتصر على الكهرباء وإنما أيضا في لقمة العيش وفي ظروفهم الاجتماعية وفي مختلف يومياتهم لقد بلغ لبنان حافة الانهيار الشامل وللأسف فإن تعقيدات ما تزال تحول دون تشكيل حكومة بعد نحو تسعة أشهر على استقالة حكومتنا بينما تتعمق مآسي اللبنانيين وهي لا تساهم للأسف في الدفع نحو تشكيل حكومة تبدأ بتطبيق ورشة الإصلاح في لبنان أيضا تجمع عدد من مناصر التيار الوطني الحر أمام قصر العدل في بيروت هذا التجمع جرى تزامنا مع جلسة الاستماع إلى النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غاد عون ودعما لها وسط إجراءات أمنية مشددة وبدأ مجلس القضاء الأعلى جلسته بحضور القاضي عون التي امتثلت لدعوة المجلس حذر مصدر في وزارة الخارجية الروسية من أن الغرب يرسل سفنه الحربية إلى البحر الأسود بهدف إثارة التوتر المصدر قال لوكالة سبوتنك إن عبور السفن الحربية البريطانية إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور يهدف إلى تخويف روسيا وخلص إلى أن الغرب يهدف إلى التأثير على مسار موسكو وزيادة الضغط عليها الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بخطط روسيا لمنع السفن من الإبحار في أجزاء من البحر الأسود المتحدث باسم الخارجية نيت برايس قال إن موسكو تملك تاريخا من العدوانية تجاه أوكرانيا أما المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي فرأى أن نقل المقاتلات إلى الأراضي البولندية في إطار تدريبات عسكرية لا يعد ردا على ما يحدث على حدود أوكرانيا أو في القرم وصفت السلطات التشيكية الرد الروسية على ترضي برايس 18 دبلوماسيا روسيا بأنه كان أعلى أو أقوى من المتوقع هذا الموقف يارا جاء على لسان القائم بأعمال وزير الخارجية تشيكي يان هاماتشيك بعيدة وصول دبلوماسيين تشيكيين العشرين الذين طردتهم موسكو ردا على قرار مماثل من برايس ويأتي هذا التوتر في العلاقات بين البلدين بعدما اتهمت جمهورية تشيك موسكو بالوقوف وراء تفجير مستودعات لذخيرة على الأراضي تشيكية عام 2014 رد فعل الجانب الروسي كان قويا للغاية ونحن سنناقش الخطوات المناسبة التي يجب اتباعها داخل الحكومة للرد عليه وكما تعلمون الحكومة التشيكية لن تدعو وكالة روس أتم الروسية للتقييم الأمني من أجل بناء محطة دوكوفاني النووية في البلاد انتخب الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل أمينا عاما للحزب الشيوعي في اختتام أعمال المؤتمر الثامن للحزب في العاصمة الكوبية هفان شدد المؤتمر على الاحترام المتبادل في أي حوار مع واشنطن المؤتمر العام الثامن للحزب الشيوعي الكوبي يختتم أعماله بانتخاب ميغيل دياس كانيل أمينا عاما خلفا لرؤول كاسترو الذي أعلن في افتتاح المؤتمر تخليه عن قيادة الحزب لإتاحة الفرصة أمام جير الشباب الذي يعد استمرارية تاريخية للثورة الكوبية بتوليه الأمانة العامة يكون دياس كانيل أول شخصية غير عسكرية في هذا المنصب في تاريخ الحزب الشيوعي الكوبي وهو الذي أكد في أول خطاب له بعد توليه المنصب أن رؤول كاسترو سيبقى مرجعا للحزب والدولة في القرارات الاستراتيجية رؤول الذي حضر هذه المرحلة من الانتقال وقادها بكل تفان وبطولة وإن لم يكن على رأس عمله ولأن كوبا بحاجة إليه سيكون مرجعا وسيستشار في القرارات الاستراتيجية الكبرى وافق المؤتمر خلال جلساته التي استمرت أربعة أيام على القرارات الصادرة عن لجانه الثلاث التي تناولت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والعمل السياسي والأيديولوجية للحزب واستراتيجية إعداد الكوادر الحزبية وتأهيلها الموافقة على قرار تطوير النموذج الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الاشتراكية الكوبية وعلى إدخال تعديلات على القطاع الخاص مثلت أهم المواضيع التي أقرها المؤتمر وهدفها مواجهة الأوضاع الاقتصادية من جراء الحصار الأمريكي وتبعات جائحة كورونا قرارات مهمة من أجل استغلال كل الإمكانات التي تملكها كوبا لهزيمة الحصار الأمريكي والعقوبات التي شددتها في السنوات الأخيرة إدارة ترامب المؤتمر الذي يتزامن اختتامه مع الذكرى الستين لانتصار الشعب الكوبي على المرتزقة الذين مولتهم وسلحتهم الولايات المتحدة في خليج الخنازير شدد على مبادئ هافانا القائمة على الاحترام المتبادل في أي حوار مع واشنطن مع اختتام أعمال المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الكوبي تنتهي حقبة مهمة لجيل تاريخي قادة الثورة ليتولى قيادتها جيل جديد وسط تحديات كبيرة وأوضاع اقتصادية هي الأصعب منذ عقود عروى محمود هافانا لقناة الميادين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هنأ نظيره الكوبي ميجل دياز كانيل بانتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوبي بوتن قال إن استمرارية كانيل على رأس الدولة الكريبية ستعزز الروابط بين البلدين في مختلف القطاعات مؤكدا عزم موسكو على تعزيز شراكة الاستراتيجية مع هافانا بدوره أكد الرئيس الصيني تشي جيمبينغ أن علاقات بلاده وكوبا ازدادت قوة مع مرور الوقت وشهدت تطورا مستمرا وفي رسالة تهنئة إلى ميجل دياز كانيل عرب الرئيس الصيني عن ثقته في قيادته الحزب والحكومة والشعب الكوبية إلى تحقيق إنجازات جديدة وأشار بينغ إلى توصله في السنوات الأخيرة إلى توافقات مختلفة مع دياز كانيل بشأن تطوير علاقات البلدين ومن تطورات السياسة إلى التطورات الاقتصادية التي تهم أيضا المشاهدين لسار معك في مجلس الاقتصاد في الظاهرة وفيها تداخل مع السياسة قليلا طبيعة الحال نعم أهلا بكم أكدت بزارة الموارد المائية والري المصرية أن مضي إثيوبيا في ملء سد النهضة من جانب واحد يحدث أدرارا كبيرة في دولتي المصب أي مصر والسودان وفي بيان صدر اليوم قالت الوزارة أن إثيوبيا تستمر في فرض سياسة الأمر الواقع وتعيق الوصول إلى آلية تمسيق واضحة بين الدول الثلاث الوزارة حذرت أن الوضع في محيط نهر النيل سيكون أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان في تموز يوليو المقبل أكد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ميشيل نجار الرغبة الجدية في وضع تصاميم هندسية عصرية لمرفأ بيروت وتصور لدوره في لبنان والمنطقة كلام نجار جاء عقب استقباله سفير روسيا في لبنان أليكسندر روداكوف على رأس وفد ضم ممثلين عن شركة استثمارية عملاقة تعنى بالبناء التحتية وشؤون المرافق الوفد الروسي أشار إلى أن هذه الزيارة استطلاعية ستليها زيارة ثانية بعد أسبوعين مبديا رغبة روسيا في الإسهام بمشاريع حيوية في لبنان بنظام البي أو تي أي البناء والتشغيل والنقل أظهرت البيانات الجمركية الصينية انخفاض واردات الصين من نفط العراق بمقدار 35% في أذار مارس على أساس سنوي واحتل العراق المرتبة الثالثة بعد كل من السعودية وروسيا في الصادرات النفطية إلى الصين بواقع 25 مليون برميل في وقت انفضرت السعودية 55 مليون وروسيا 52 مليون برميل إلى ذلك فازت شركة سينو باكي الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية للغاز في محافظة ديالة في العراق وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن الشركة الصينية تقدمت بشروط المناسبة لتطوير هذا الحقل واستخراج الغاز ويذكر أن العراق ألغى منذ نحو عام عقدا مع مجموعة تقودها شركة البترول التركية تيباو وقرر دعوة شركة الطاقة العالمية لاستكمال تصويره مدد مصرف الإمارات المركزي أجزاء أساسية من خطة دعم الاقتصادي حتى منتصف العام المقبل وبموجب التمديد يستمر تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض وتستفيد المؤسسات المالية من تسهيلات السيولة بما يسمح لها بتوفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من شركات وأفراد تضرروا من جائحة كوفيد-19 بهذا نختم أخبار موجز الاقتصاد ونعود لمتابعة نشرة الأخبار أما في خطام الظاهرة لليوم مشاهدين فقد اخترناه من الفضاء وهذا الحدث النادر إذ نشرت وكالة ناسا أول لقطات لمروحية إنجينيوتي وهي تحلق فطوق سطح المريخ وهذه الرحلة عبد الرحمن هي الأولى من نوعها بحيث يتم التحكم فيها بواسطة مركبة على كوكب آخر مقطع الفيديو للمروحية أرسل إلى الأرض بعد فترة وجهزة من حصول ناسا على تأكيد من الطائرة الدوار من خارج هذا العالم نجح في التحليق وقالت ناسا أن رحلة إنجينيوتي الأولى ستفتح الباب لمزيد من الاستكشاف الجوي للكوكب الأحمر مع هذا الخبر من الفضاء تنتهي الظاهرة وهذا تذكير بعنوينها تشاد تعلن مقتل رئيسها إدريس دبي غدا تفوزه بولاية رئاسية سادسة ونحن نؤكد في القوات المسلحة أن هناك عمليات قادمة ستكون باسم الرئيس الشهيد الصماد وأن القوات المسلحة تعد العدة لهذه العمليات في الذكرى الثالثة لاستشهاد الصماد في اليمن القوات المسلحة تعلن عن هجوم جديد على مطار أبهى السعودي وتتوعد التحالف بعمليات نوعية باسم الشهيد إيران تودع نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد محمد حجازي وقآني يؤكد أن جبهة المقاومة تتقدم في مواجهة أمريكا وإسرائيل ميجل دياس كانيل مربوغش انتخاب الرئيس الكوبي ميجل دياس كانيل أميناً عاماً للحزب الشيوعي خلفاً لرأول كاسترو وروسيا والصين تهني وكان في الاقتصاد القاهرة تحذر من أن ملأ أثيوبيا لسد النهضة من دون التنسيق مع دول المصب سيحدث أدراراً هائلة وكان في الرياضة دوري السوبر الأوروبي فلورنتينو باريس لفارز الأندية المتواضعة عن الثارية والاتحاد الدولي يهدد بالعقوبات بالمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدين دائماً زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء إلى اللقاء أعطيكم بها اشتركوا في القناة